تتوالى العقوبات الأمريكية ضد نظام الأسد وكان آخرها موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون المحاسبة السوري الذي أقر لمحاسبة النظام وكل من يقوم بدعمه القانون الجديد الذي يسعى لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا يمكن أن يشكل ممرا لنقل قضايا جرائم الحرب المرتكبة في سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية السيناتور ماركو روبيو رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالجريمة العابرة للحدود الوطنية والأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان والذي كان أحد مقدمي مشروع قانون أكد أن إصدار لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ لهذا القرار يعتبر خطوة نحو ضمان المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا ضد المدنيين الأبرياء يجب على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي تعزيز العدالة والمساءلة من خلال تقديم المساعدة من أجل تدريب المحققين وتوثيق الأدلة ووضع الخيارات القانونية لمحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات في سوريا والإذاء الوحشي للشعب السوري على مدى السنوات الست الماضية قانون المحاسبة السوري سيصدر تعليمات لوزير خارجية الأمريكي بالإبلاغ عن جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في سوريا كما يسمح بتقديم المساعدة للتحقيقات وغيرها من جهود العدالة ذات مصداقية بما في ذلك إجراء محكمة مختلطة محتملة لمحاسبة الأسد منظامه على جرائمهم